أيها الإخوة الأحباب ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل بلاء وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي أيها الإخوة المركبة السيارة لماذا صنعت صنعت من أجل أن تسير ولماذا وضع فيها المكبح والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة لكنه ضروري جدا لسلامة الركاب وكذلك المصائب نحن في دار ابتلاء نحن في دار امتحان نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهاته نحو السماء فحينما يغفل الإنسان قد يقع فيه خطأ والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين وكلمة رب العالمين تعني التربية فالله عز وجل يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ضمن العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إذن طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء الإمام الشافعي سؤل ندعو الله بالابتلاء بالتمكين تبسم وقال لن تمكن قبل أن تبتلى الله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة هذه مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى باب الله ومصائب رفع في مقامات المؤمن هذه المصائب كلها خير وقد عبر القرآن عنها فقال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله وتحملهم على التوبة وترقى بهم إلى أعلى مقامات لكن مصائب الطرف الآخر مصائب العصات والمجرمين والفجار مصائب قصم وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع أما مصائب الأنبياء مصائب كشف فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب بالأحزان هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة أيها الإخوة الأحباب في نقطة دقيقة في الموضوع أن الحظوظ الحظوظ المال حظ الوسام حظ الذكاء حظ القوة حظ العمر المديد حظ أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن أين هو قانون تفريج الكروب الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأنثل فالأنثل شيء طبيعي جدا أن هناك مصائب في الدنيا لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته وقد قال عليه الصلاة والسلام عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال وقع في ألم في حزن في مصيبة ماذا يفعل كي ينجو منها هنا محور هذا اللقاء الطيب قانون تفريج الكروب أيها الإخوة الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجة يعني الإنسان أحيانا يرى أن الأبواب قد غلقت كلها أن الأبواب قد غلقت كلها فيبحث عن مخرج نجاة لذلك الآية تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجة ولحكمة بالغة بالغة تغلق الأبواب أمام المؤمن أحيانا ويفتح له باب السماء هذا الباب فيه سعادته وفيه سلامته وفيه رقيه لذلك قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجة وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق عوده للمؤمنين زوال الكون إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة اعلم عنا اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه لتدبير حكيم وتربية راقية فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة لذلك يقول عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة أيها الإخوة هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجة لها سياق لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجة أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقا سنيا صحيحا وفق توجهات القرآن الكريم يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها هذا المعنى السياقي ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانونا مثلا من يتق الله في كسب ماله يكسب المال الحلال يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال من يتق الله في اختيار زوجته اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة يجعل الله له مخرجا من عقوقهم من يتق الله بالإيمان والتوحيد يجعل الله له مخرجا من الشرك هذه الآية صدقوا أيها الإخوة زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية حينما تضيق كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضى وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضى ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضى الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة الله عوذك الجميل فقس على ما قد مضى أيها الإخوة الأحباب ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال تعالى وقد مكروا مكرهم الطرف الآخر وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيد الجبال من مواقعها ومع ذلك يطمئننا ويقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا إلا ليقربنا منه إلا ليجمع كلمتنا والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا سواب إذن كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق أيها الإخوة الله عز وجل يعدنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد ثوفهم أمنى يعبدونني إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من أن لا تحقق لذلك فلنسبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أيها الإخوة الكرام الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر والآخرة باقية فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا فقد ورد في بعض الأسان القدسية وعزتي وجلالي لا أقبض عمدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الدر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما